أحسن طريقة تخلي صناتك فيها خشوع وحلاوة وتتذوق حلوتها إنك تعي ما تقول ناس كتير تقعد تسألني تقولي أنا نفسي أخشع في الصلاة بس مش عارف أخشع الخشوع ده نتيجة البداية إيه؟ الوعي يعني إيه الوعي؟ إنك تفهم أنت بتقول إيه؟ إنك تتذوق الكلمة الوعي يعني إيه؟ الله أكبر قلت الله أكبر لا شيء أكبر في حياتي الآن من الله إيه وعى للكلمة الوعي بالكلمة مش مجرد إنك سرحان وخلاص وأصلا مش عارف أخشع الوعي طيب الحمد لله رب العالمين استشعر نعمه عليك الرحمن الرحيم افتكر رحمته بيك مالك يوم الدين افتكر يوم القيامة إياك أنا أعبد وإياك أنا أستعين أنا من غيرك ما أقدرش أعيش في الدنيا ركعت وقلت سبحانه ربي العظيم استشعر كلمة العظيم وتخيل الكون وملكه للكون رفعت وقلت سمع الله لمن حمدك إنك بتقول إنما يسمع الله للحامدين حيسمع دعائك اسجد وحط دماغك في الأرض وقل سبحانه ربي الأعلى واستشعر إنك غلبان جدا واطلب منه الوعي الوعي يؤدي إلى تذوق المعاني يؤدي إلى الخشوع يصل بك إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى جرب فكرة إنك توعى في الصلاة ترجمة نانسي قنقر